حقيقة وجود ضباط مخابرات إماراتيين ومصريين في تونس معكم رائد حاكم أهلا بكم فاصل قصير وناتي بالتفاصيل مع تصاعد الأحداث في تونس بدأت تنتشر أنباء ومزاعما عدة حول الأحداث المتصاعدة بها والتي كان أخرها وجود ضباط إماراتيين ومصريين في تونس صدمة كبيرة اكتحت الأوساط السياسية سواء في تونس أو في الدول العربية إلا أنه تبين أن وراء تلك الشائعات جماعة الإخوان المسلمين في محاولة منها لرفع الضغط الشعبي على ضراعها السياسي في تونس والمتمثل في حركة النهضة فقد روج الإعلام التابع لتنظيم الإخوان المسلمين ما وصف بمصادر خاصة أكدت أن السفير الأمريكي في تونس دونالد بلوم طلب من الرئيس قيس سعيد مغادرة ضباط المخابرات المصريين والإماراتيين المتواجدين في تونس قائلاً إن الأخيرين رافقوا عملية التصحيح الأخيرة التي قام بها الرئيس وفي محاولة لرسم تلك المزاعم على أنها واقع ادعت وسائل الإعلام الإخوانية أن الضباط كانوا قد قدموا إلى تونس بزريعة تقديم مساعدات لمقاومة جائحة كورونا قبل إسبوعين تقريباً ولم يغادروها حتى هذه اللحظة هذا وتأتي تلك التحركات في إطار محاولات الإخوان رفع الضغط عن حركة النهضة بعد لجوء الرئيس التونسي قيس سعيد إلى قرارات جريئة أبرزها إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه وكذلك تجميد أعمال البرلمان نتيجة التصادم السياسي بينه وبين حزب حركة النهضة التونسية إخوان تونس بسبب إصرارها وتعنتها في التمسك بحكومة المشيشي رغم معارضة الأخير لتوجيهات قيس سعيد بتغيير أسماء في الحكومة متهمة بالفساد وتمسكت النهضة بمواقفها في دعم المشيشي نكاية في قيس سعيد الذي أعلن أنه الرئيس الأعلى للسلطات الأمنية ما أغضب النهضة ورئيس الحكومة الذي تمسك بموقفه في تعيين وإقالة القيادات الأمنية ودار خلاف بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية في تأويل الدستور خاصة فيما تعلق بحل البرلمان من عدمه رغم عدم وجود المحكمة الدستورية للفصل في تأويلات الدستور وهو ما دفع قيس لتجميد البرلمان وليس حله وجاءت قرارات قيس سعيد الأخيرة من خلال دعم الشارع التونسي الذي تحرك في تظاهرات حاشدة وقام محتجون بحرق مقار نهضة تونس ما دفع الأخيرة لاتهام المتظاهرين بأنهم مندفعون من جهات داخلية وخارجية وكان قد دع قيس لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة فضلا عن تعديل الدستور الذي اعتبره مفصلا على مقاس جماعة الإخوان باعتباره نظاما هجينا غير مفيد للحياة السياسية التونسية نشكر لحضراتكم طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة